وجود لكرة القدم قوة لازم نعترف فيها هذا ما شاهدناه اليوم لفرنسا هي القوة هي العمل كرة القدم تحتاج فكر وذكاء لا تحتاج عمل تقليدي هذا ما فعلته فرنسا هذا لا يقلل من المغرب بعد الهدف الثاني تأكد ان فرنسا فعلا تهيمن على كرة القدم بعمل اكثر من رائع في كاس العالم وفي المقابل متأكد بانه الجميع سيقف احتراما للمنتخب المغربي لما قدمه ولكن لما نتساءل اليوم ونشيد في المنتخب الفرنسي بغض النظر عن المباراة النهائية من سيكون البطل بعد الخروج في كوريا واليابان من الادوار التمهيدية ماذا فعلت فرنسا دائما احنا نكرر الخطة والاستراتيجية عمل كان متقن من المستشارين تخيل انك انت تجي تعمل دراسة لثمانية سنين الى ستة عشر سنة تلغي الهبوط والصعود في فئات الناشئين والشباب تخلي البطولة على مستوى المدن تدمج دوري بين الاكاديميات والاندية في آن واحد تاخذ الصفوة وتروح فيهم هذه الصفوة اللي عملوا عليها منعوا السفر بين المدن قال لك الدراسة شوف العمل الحقيقي الدراسة قالت لك كلهم يتشابهون بالفكر وبالمنية الجسمانية فبالتالي ما في داعي للاحتكاك اللي انت تسويه برا المدن فبالتالي ما ابغى السفر يكون موجود اخذوا الصفوة الصفوة هذه هي اللي حققت كاس العالم 2018 هذا هو العمل اليوم خلني اسرب تحت الهوى قراءتك الفنية وجود لقريزمن عمل رائع جدا بواحد بهذا العمر وارجع اقول لك الدراسات العلمية صار موضوع العمر والجهد البدني ما لا قيمة في الترداد والاستوانة المشروخة اللي ترددها الناس انا اليوم صار عندي معدل اعرف هذا اللاعب كم ممكن يعطيني عدد من الدقائق انا ابدأ فيه ولا ما ابدأ فيه وهذه الجاهزية اللي اضرت اليوم بمنتخب المغرب لما تبدأ بلاعب كبير السايس لكن اللاعب يتحمل والجهاز الفني يتحمل ان يبدأ فيه المباراة بهذا الشكل لكن العمل الحقيقي هو ان تشاهد هذا العمل على ارض الواقع هذه هي المنتج اللي انت تبحث عنه للعمل لذلك منتخب فرنسا منتخب فقيل منتخب يقدم لنا بابي والمجموعة اللي قادة تقدم عمل دائما كان في مباراة انقلترا كان المبادر في التسجيل في الدقيقة السبع طعش وسير المباراة بنفس الرتم الكل شاهد بانه انقلترا هيمنت على المباراة صحيح تحصلت على ركلتين جزاء وحده ضاعت وحده تسجلت طبيعي في كرة القدم الاخطاء ولكن نفس السيناريو سار مع المغرب اليوم سجل مبكر في الدقيقة اربعة وراح صنع خمس فرص منها سجل هدفين فهذا يوريك عدد الفرص لما تيجي لنسبة الاستحوات ستلقاها للمغرب ولكن في الثلث الهجومي ما في الجودة أثناء صناعة اللعب للمنتخب المغربي مثل ما تفضل كابتن عباسية محاولات خجولة كانت نسبة تسجيل فيها 20 الى 30% ممكن تتسجل وهذا يعطيك الجودة اللي موجودة فيها ولكن لازال يعني حلم يراودنا جميعا مو بس المنتخب المغربي أن نشاهد المنتخب المغربي يتقلد في منصة التتويت المدالية البرونزية وهذا عمل أكثر من رائع صراحة يخلينا نشوف فعلا كاس العالم هذه مثل ما تفضل قروشوب عبد العز فيها دروس عظيمة جدا إن شاء الله يجي الوقت على طاولة كورة ونتحدث عنها بوجود اشتركوا في القناة